اجتماعات مكثفة ترعاها الأمم المتحدة بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي في عمان لمحاولة إنجاز اتفاق جديد في ملف الأسرى والمعتقلين بعد تعثر تنفيذ تفاهمات استوكهولم تقول المعلومات إن الاتفاق الوشيك سيتم من خلاله الإفراج عن 900 فرد من عناصر ميليشيا الحوثي لدى الحكومة مقابل الإفراج عن 520 معتقلا لدى الميليشيا من بينهم أحد المختطفين الذين ورد ذكرهم في قرار مجلس الأمن 2216 ويرجح أن يكون شقيق الرئيس هادي تقلص الاتفاق من الكل مقابل الكل إلى 1400 معتقل من الطرفين بعد رفض الحوثيين للاتفاق الأول في مباحثات عمان التي فشلت في فبراير من العام الماضي بحسب المصادر الأممية فإن هذه المحادثات ما هي إلا استئناف لمحادثات استوكهولم وفي إطار تنفيذ الاتفاق إلا أنه من غير الواضح ما هي المرجعيات التي تحكم الاتفاق الجديد في حال تم تنفيذه مراقبون يرون أن هذه الاتفاقية المجزأة تعد التفافا على الاتفاق الأصلي ومحاولة من مكتب المبعوث الأممي بتحقيق أي إنجاز وبأي طريقة مسؤول حكومي في فريق المباحثات في عمان قال إن الفريق الأممي يدير عملية المفاوضات بطريقة سيئة متهما فريق المبعوث الأممي مارتين جريفث بأنه متماهن مع توجه الحوثي ولا يكترث لمعايير حقوق الإنسان في التعاطي مع هذا الملف الإنساني وقال المسؤول الحكومي إن مكتب جريفث لم يراعي الأولوية للمرضى والجرحى وكبار السن والمعتقلين السياسيين والإعلاميين لإجبار الميليشيا على الإفراج عنهم يحاول جريفث تحقيق أي إنجاز بأي شكل بعد فشله الذريع في تحقيق أي تقدم في الملفات السياسية والميدانية منذ اتفاق ستوكهولم في ديسمبر 2018 لكن المعوق الأساس يظل في تعنت ميليشيا الحوثي ورفضها تقديم أي تنازلات في حين تبدو الأمم المتحدة وفريقها مستعدين دائما للتغاضي عن سلوك الميليشيا ترجمة نانسي قنقر